السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وكدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علامات الساعة الصغرى ومن بين تلك العلامات يا أحبابي تركوا الحج لبيت الله الحرام نعرف بعد من صلى على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم نحن نعلم أن الله عز وجل فرد الحج لكل من استطاع إليه سبيل وجعل له فضلا عظيما فقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين في البخاري ومسلم قال من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من حجه كيوم ولدته أمه لا يوجد علي ولا زنب ولا خطية صحيف بيضاء بفضل الله سبحانه وتعالى بل وفي رواية عند البخاري ومسلم أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة الله أكبر يعني مغفرة الذنوب كلها والجزاء كمان الجنة ومع ذلك فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من علامات الساعة الصغرى ترك الحج ولا حول ولا خوة إلا بالله ففي الحديث الذي رواه أبو يعلى والحاكم بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت يعني مش هتقوم الساعة إلا والناس هتكون تركت الحج إلى بيت الله الحرام طبعا هذه العلامة حبيبي هتتأخر جدا وذلك لأنه كما نعلم أن بعد ظهور المسيح الدجال مباشرة ودي أول علامة من علامات الساعة الكبرى هتكون العلامة اللي بعدها نزول سيدنا عيسى عليه السلام ليقتل المسيح الدجال ثم يطبق شرع الله وهدية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن سيدنا عيسى مش هينزل كنبي في آخر زمان إنما هينزل كحاكم من حكام الأمة المسلمة بفضل الله سبحانه وتعالى فيطبق شرع الله شرع الإسلام تمام ويقتل المسيح الدجال ثم يظهر بعد ذلك يأجوج ومأجوج ويتحصن سيدنا عيسى وانمعه من المؤمنين في جبل التور ثم يبتهلون إلى المولى عز وجل فيخلصهم من يأجوج ومأجوج ويرسل عليهم النغف فيموتون بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بعد ذلك يعيش المسلمون أجمل سبع سنوات على وجه الأرض المولى عز وجل يأمر السماء فتنزل بركتها ويأمر الأرض فتخرج بركتها فيعيشون أجمل حياة بفضل الله سبحانه وتعالى في ذلك الوقت بفضل الله سبحانه وتعالى سيدنا عيسى عليه السلام سيذهب ليحج إلى بيت الله ولذا جاء عند البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحجن هذا البيت ولا يعتمرن بعد خروج يأجوج ومأجوج وبعد خروج يأجوج ومأجوج وبعد موتهم من الذي سيكون موجودا سيدنا المهدي وسيدنا عيسى عليهما السلام ومن معهم من المؤمنين فسيدنا عيسى سيأخذهم ويحجون إلى بيت الله الحرام بعد وفاة بقى سيدنا عيسى مباشرة حبيبين وبعد وفاة سيدنا المهدي يبدأ بقى الإيمان ينقص شيئا فشيئا لحد دمنا نوصل لمرحلة ضياع الإيمان وعودة عبادة الأصنام مرة أخرى حول الكعبة وهنا يأتي رجل اسمه ذو السويقتين فيهدم الحبشة كما ورد عند البخاري ومسلم فيهدم الكعبة تمام بعدما يهدم الكعبة يرفع القرآن من المصاحب والصدور ولا يبقى على الأرض إلا شرار الخلق فهؤلاء لا يحجون ولا يعتمرون ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت يعني ما فيش حد في الوقت ده هيحج إلى بيت الله لأنه كما ورد عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق يبقى ترجو الحج لبيت الله الحرام سيكون في آخر الزمان ولا حول ولا قوة إلا بالله جمعان الله وإياكم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر